أكد صندوق العمل تمكين أن المبادرات والبرامج الجديدة التي يطرحها لدعم التوظيف والتدريب من المزمع أن تتضمن استحداث منح تحفيزية جديدة للمؤسسات التي تحقق أهداف تنموية تتضمن خلق فرص وظيفية نوعية للبحرديين وأكد صندوق أنه يسعى في الفترة المقبلة للتوسع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية عملها خصوصا المؤسسات التي تسعى إلى رفع انتاجية المواطن البحريني ودعم الابتكار لديه سعيا لمواصلة مسيرة التنمية الشاملة واستجابة لمتطلبات المرحلة يواصل صندوق العمل تمكين في أداء دوره الوطني في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل أمام المواطنين البحرينيين كخيار استراتيجي لتحقيق التنمية والتطور في شتى المجالات وقد جاءت مبادرات وبرامج الدعم الجديدة بهدف دعم توظيف وتدريب البحرينيين في المؤسسات التي تحقق أهدافا تنموية وتخلق فرصا نوعية أمام المواطنين وسعيا لنهج التوسع في تقديم الدعم للمؤسسات الخاصة بين الصندوق بأنه يسعى لتقديم منح تحفيزية تتضمن زيادة في دعم التسهيلات التمويلية لتلك الشركات والمؤسسات وبرامج دعم بيئة ريادة الأعمال علاوة على التوسع في دعم المؤسسات لتطوير وتنمية أعمالها خاصة المؤسسات التي تحقق أهداف الصندوق وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي تمكين تعمل في الفترة الحالية على تقديم أكبر برنامج دعم في تاريخها والذي يستهدف دعم خمسين ألف بحريني في السنة حيث تركز البرامج الجديدة على ثلاث مبادرات رئيسية تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم من خلال رفع الحد الأدنى للأجور بخمسين دينار بحريني علاوة على رفع الحد الأقصى لسقف الأجر المدعوم بمئتي دينار بحريني وزيادة خمسين دينار بحريني شهريا للمستفيدين الحاليين من البرنامج الوطني للتوظيف واستحداث برامج نوعية لدعم التلمذة المهنية واستحداث قنوات جديدة للتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص وزيادة قدرها خمسون دينار بحريني للمكافأة المالية الشهرية للتدريب على رأس العمل للباحثين عن عمل وتحقيقا لذلك يعمل الصندوق على تعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكون الخيار الأول والأمثل في سوق العمل من خلال تقديم الدعم المالي المباشر وغير المباشر والتكفل بجهود التدريب والتأهيد والتطوير للكوادر البحرينية علاوة على دعم إجورهم في تطور كبير لآليات عمل الصندوق في دعم المواطن البحريني والاقتصاد الوطني استكمالا للمسيرة الحافلة لصندوق العمل تمكين ورسالته الوطنية النبيلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة